تحدث عن الدولة العباسية تنتسب الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ العباسيون ينظمون الدعوة لانفسهم منذ بداية القرن الثاني الهجري حتى نجحوا في هزيمة الدولة الاموية في عام 132 هجريا وإعلان الدولة العباسية وكانت عاصمتها الكوفة امتداد الدولة العباسية الشمال ارمينية الجنوب النوبة الشرق بلاد ما وراء النهر الغرب المحيط الاطلنطي واستمر حكمها اكثر من خمسة قرون خمسة قرون انها فترة طويلة نعم لذلك تنقسم الى قسمين العصر العباسي الاول الفترة من 132 هجريا الى 232 هجريا ويعتبر عصر القوة والازدهار حافظ العباسيون على وحدتهم واستقلالهم واقاموا العديد من الاصلاحات في كافة مجالات الحياة والعصر العباسي الثاني الفترة من 232 هجريا الى 656 هجريا وهو عصر الضعف والانهيار حيث ظهر فيه العديد من الدول المستقلة وتعرضت للغزاة مثل الصليبيين والمغول